أكثر من ستة أشهر مرت على تنصيب الكاظمي رئيساً للوزراء والفساد المالي والإداري ما زال كما هو بل تغول أكثر في مفاصل الدولة كما يؤكد الشركاء السياسيون ورغم إعلان الكاظمي تشكيل ما عرفت بلجنة التحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية في العراق أواخر آب الماضي واعتقال بعض المسؤولين الحكوميين إلا أنه لم يمضي كما وعد هو في الوصول إلى كبار الفاسدين في العمليات السياسية ولأن قرار تشكيل لجنة مكافحة الفساد في العراق هو قرار سياسي بالدرجة الأساس فإن مفهوم التسويات كان حاضراً بقوة في مسارات اللجنة وفق مراقبين وهو ما اتضح لاحقاً بعد اجتماع بين الكاظمي والمالكي وزعيم ميليشيا بدرهادي العامري ليسود الصمت المشهد نحو 14 ألف ملف فساد لا يزال حبيس الرفوف في هيئة النزاهة بسبب التدخلات السياسية بحسب لجنة النزاهة البرلمانية ونفوذ سياسي يحول دون المضي في طريق مكافحة الفساد بحسب رئيس هيئة النزاهة الأسبق رحيم العقالي ويرى معهد واشنطن للدراسات أن قضايا الفساد الكبرى في العراق تتطلب إجراءات تتخطى الاعتقالات الفردية بعد أن تفش الفساد المالي والإداري في دوائر الدولة على يد الأحزاب الحاكمة ما أدى إلى نتائج سلبية ألقت بظلالها على العراقيين وضربت بالصميم أوضاعهم المعيشية وعود الكاظمي بالعمل على استرداد أموال العراق وتخفيض النفقات وتنويع مصادر الدخل هي الأخرى لم ينجز منها شيء حتى الآن بينما لا يزال أرباب صفقات الفساد والمستفيدون منها أحرارا وثمت من يقول إن وعود الكاظمي في القضاء على الفساد بدت مجرد استعراض إعلامي يخلو من الجدية فيما يخص محاسبة كبار الفاسدين الذين يستحوذون على المال والسلطة والسلاح في وقت لا يزال العراقيون يكافحون لانتزاع حقوقهم الأساسية من مياه صالحة للشرب وكهرباء ورعاية صحية وبنى تحتية وفرص للعمل